واستقبل معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام بمكتبه اليوم معالي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية الشقيقة الذي يزور سلطنة عمان حاليا جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإعلامية من بينها تبادل الخبرات في مجالات المحتوى الإلكتروني والتطورات التقنية الداعمة لوسائل الإعلام الحديثة والتدريب ودور الإعلام العربي في ترسيخ الهوية الحضارية وتنشئة الأجيال على القيم الأصيلة وتعزيز الفهم المتبادل بين مختلف الثقافات حضر المقابلة سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام وسعادة السفير خالد محمد عبد الحليم راضي سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين بوزارة الإعلام